والآن يا ثالث السؤال الذي يليه أكمل على نمط المثال رفع خالد العلم رفع العلم فلننتبه جيدا يا ثالث رفع هي فعل ماضي كيف استدلينا على ذلك حركتها الفتحة وهو فعل حدث في الزمن الماضي وانتهى من رفع العلم خالد خالد هو الفعل لأنه هو الذي قام برفع العلم حسنا يا ثالث اليوم سوف نتعرف على الفعل الماضي المبني للمجهول والفعل الماضي المبني للمعلوم فلننظر إلى هذه الجملة كما قلنا رفع خالد العلم من رفع العلم لو سألتك يا ثالث من رفع العلم من رفع العلم خالد أحسنتم إنه يوجد بالجملة خالد فهو رفع العلم لذلك عرفتم أن خالد هو الذي رفع العلم أحسنتم أحسنتم في العلم فيكون هنا الفعل الماضي مبني للمعلوم لماذا مبني للمعلوم لأنه يوجد لدينا فاعل علما فاعله نعرف فاعله وهو خالد أما هنا لا يوجد فاعل لا يوجد من الذي قام بالفعل لا نعلم فاعله فلذلك فنقول عنه مبني للمجهول لأنه مجهول لا نعرف من الذي قام بالفعل أيضاً يا ثالث نلاحظ بالفعل الماضي المبني للمعلوم حركته انظروا ثلاثي يتكون من ثلاث أحرف وجميع حركاته الفتحة أما عندما تحول إلى مجهول ماذا أصبحت حركة الحرف الأول؟ ضم والحرف الما قبل الأخير مكسور إذن يتحول من الفتحة إلى ضم والحرف الما قبل الأخير مكسور إذن الحرف الأول مضموم ومكسور ما قبل الأخير وننظر يا ثالث العلام هنا كانت العلامة هنا فتحة لماذا؟ لأنه مفعول به والمفعول به تكون حركته الفتحة لأنه منصوب عندما حذفنا الفاعل وهنا لا يوجد لدينا فاعل يا ثالث فماذا أصبح؟ أخذ هذا الفتحة العلمة أصبحت نظمة أخذت حركة الفاعل الضمة فأصبح اسمه نائب فاعل نائب فاعل فأخذ حركة الضمة إذن عندما يتحول الفعل الماضي إلى مبني للمجهول أول خطوة نقوم بها نغير الحركة الحرف الأول مضموم ومكسور ما قبل الأخير ونائب الفاعل يصبح بدل مفعول به يصبح نائب الفاعل ويتحرك بدل من حركة الفتحة بالضمة إذن الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي علم فاعله أي أعرف فاعله كما هنا خالد هو الفاعل وهنا الفعل المبني المجهول هو الفاعل الذي جهل فاعله لا أدري من هو الذي قام بالفعل ويصبح المفعول به هنا نائب فاعل يتحول من حركة الفتحة إلى الضمة فيأخذ حركة الفاعل كما نعلم يا ثالث حركة الفاعل يكون مرفوع أي مرفوع بالضمة لذلك هنا تحولت الحركة إلى ضمة شكر الطالب المعلمة شكر الطالب المعلمة عندما نحولها إلى فعل مبني للمجهول ماذا نفعل؟ نحذف الفاعل وتتحول الفعل الماضي من حركة الفتحة إلى الحركة الضمة ومكسور ما قبل الأخير وتصبح المفعول به هنا نائب فاعل ونتحول حركته بدلا من الفتحة إلى الضمة طرق الضيف البابة طرقه هو الفعل الماضي وجميع حركاته مفتوحة نحذف الفاعل ونحول من ضمة من فتحة إلى ضمة ومكسور ما قبل الآخر ويصبح المفعول به هنا نائب الفاعل فيتحول من حركة الفتحة إلى حركات الضمة وهكذا مع المثال الآخر السؤال الذي يليه يا ثالث يتحدث عن الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر ونحن قد تحدثنا كثيرا في الدروس السابقة عن ذلك سوف نقوم بمراجعة سريعة صنع يصنع واصنع صنع هي فعل ماضي لماذا فعل ماضي؟ لماذا فعل ماضي؟ لأن حدث في الزمن الماضي وانتهى وانتهت بحركة الفتحة جميع حركاته مفتوحة ثلاث مفتوح الفعل المضارع أما يبدأ بحرف الياء أو النون أو التاء أو الألف وينتهي بحركة الضمة فعل الأمر ينتهي بحركة السكون لعب يلعب إلعب قرأ يقرأ إقرأ جلس يجلس إجلس وهكذا يا ثالث نكون قد انتهينا من حصة اللغة العربية لهذا اليوم دمتم بخير وإلى اللقاء